ولمتابعة هذا الملف ينضم إلينا من بغداد العضو السابق في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين موسى استاذ سعيد أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه بداية كيف تصف فاعلية هذه الحكومة وجهودها في مواجهة الفساد بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد الكريم والجهور المتابع الحقيقة كراصدين ومراقبين لا نرصد أداء فترة محددة لا تتجاوز ثمانية أسابيع أقول سنة 22 كان في مشاكل سياسية كبيرة وتوزيع عقود بدون معيارية قانونية واستحواذ على ما العام ومؤخرا سمعنا وتم إعلان عن سرقة القرن وهي من 21 إجراءاته وما شابه يعني العملية تكون لحد الآن لحد الآن ما تقوم به الجهات الرقابية لا زالت بداية يعني الأداء غير واضح عقيقة ليكون واضحين الأداء غير واضح عدنا سرقة القرن في هذه الفترة ونحتاج إلى الكثير من المعلومات عن المتورطين مع المتهم الأول والثاني نحتاج لفصاح عن المعلومات ولكن هذه كانت ضربة كبيرة ضد الفساد واسترداد الأموال العامة العملية لا تقاس بالأشهر أو العملية بنيوية نحتاج إلى نظام نزاهة وطني وتشريعات وعدم الإفلات من العقاب وتوظيف الكفاء والنزاهة والخبرة في الوظيفة العامة نأمل الاستمرار بهذا التوجه مع توفير الأجواء القانونية والتشريعية ودعم الهيئة الرقابية مع استعادة الرقابة الاستباقية من أجل تعزيز الجانب الرقابي والاستباقي لمكافعة الفساد نعم أستاذ سعيد نقرأ وربما أيضا أنت حضرتك تقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي في بعض وسائل الإعلام تساؤلات عن مسار ما بات يعرف بسرقة القرن التي أشرت إليها حضرتك قبل قليل هل هناك معلومات جديدة أين وصل التحقيق كيف ستستعيد الحكومة الأموال المتبقيانية حتى الآن 10% أو 15% في أكثر التقديرات تم استرجاعها ماذا يجري بالضبط لماذا هذا الهدوء الإعلامي بخصوص هذه السرقة الحقيقة لا يوجد هدوء لأن الجهات التحقيقية القضائية لأن القضية مدعى لدى القضاء هناك تحقيقات كبيرة ولكن نحتاج إلى حقيقة نحتاج إلى تقييد بعض المعلومات حتى لا يكون هناك تحرك استباقي من المتهمين بالإضافة إلى تشجيعهم بالتسليم الأموال والتسليم أنفسهم هناك أكثر من نصف المبلغ أكثر من نصف المبلغ متواجدة الداخل على شكل عقارات وأسهم بالإضافة إلى أموال كاش تم تسليمها مؤخرا العملية كبيرة وحقيقة نحتاج إلى استمرار الإرادة في استردادها وهناك تحديات أخرى يعني صندوق التقاعد لدينا مشكلة بها لدينا سجل التوحيد أو التسوية السلف الحكومية التي تتجاوز أموالها إلى أكثر من 180 تريليون دينار ما بين وزارة المالية والمؤسسات وهناك الكثير حقيقة نعم نحتاج لها إلى همة كبيرة وبالإضافة إلى حماية الناس التي يقومون بالتحقيقات وإجراءات متابعة هذا الملف هل تعتقد أن هناك تأخر في متابعة هذه الملفات الكبيرة للفساد يعني تأخر طبيعي أم أن هناك نفوذ ما سياسي أمني لشخصيات لجهات تعرقل أو تبطأ عملية التحقيقات في هذه الملفات من خلال تجربتك في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد شخصيا يعني عدي انطباع كبير بأن كل ما يجري في البلاد من عمليات فساد وحماية مفسدين والإفلات من العقاب هو نتيجة الفساد السياسي والحماية السياسية الفاسدين ليكون واضح اليوم وغدا إذا لحد الآن لا توجد مؤشرات لا توجد مؤشرات لدى في أداء السياسي العام بأن هناك نية صادقة لمكافحة الفساد هذا الجانب الجانب الآخر احنا عندنا المنظومة العقابية حقيقة لا تردع الفاسدين وهناك فراغات وأكد على نقطة سبق وانا تحدثت بها هناك دولة موازية للدولة الحقيقية دولة فساد موازية للدولة الحقيقية متخادمة ولها خبراء قانونيين وما شابه عدهم بحث دقيق جدا ولكن ضعفاءهم في حال التعاون مع العراق وفي حال توفير الإرادة السياسية هذه الدولة الفاسدة تتفلش الدولة الموازية المقصودة عموما نحتاج إلى إرادة سياسية ولكن هناك تحديات كبيرة نحتاج إلى إدارة الموارد بشكل صحيح استثمار الموارد البشرية بشكل صحيح إعادة الرقابة الاستباقية هناك إجراءات على الأرض اقتصادية واجتماعية وقانونية يجب أن تطبق على الأرض من أجل أن تنتج لنا احتواء للفساد وليس مكافحته نعم من بغداد العضو السابق في المجلس الأعلى لمكافحة حتى الفساد الأستاذ سعيد ياسين موسى شكرا جزيلا لك